ماذا حدث للفنانة رجاء الجداوي تسبب في زعر الكثير من الفنانين وأبكى الملايين حقا سنلخص لكم التفاصيل سريعا ولكن لطفا قبل أن نبدأ ادعمنا بلايك للسمرار هذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم أحبابي في الله في بداية الأمر عليك أن تعلم جيدا يا عزيزي أن الله عز وجل يبتلي الإنسان حتى يعود إليه مرة أخرى وعلى حسب ما وضح بعض أهل العلم فإن الفيروس المنتجر وغيره من الأمراض ما هو إلا رسالة من الله للناس حتى تعود عما هي عليها لذلك يا صديقي عليك أن تعلم أن أي شيء يعدث للإنسان سواء كان عقابا أو ابتلاء من الله فهو أمر خير يطهر الله به الإنسان في الدنيا والآن لنتعرف سريعا على ما حدث للممثلة المصرية رجاء الجداوي إنها نجاة علي حسن الجداوي والشهرة هي رجاء الجداوي لديها من العمر 82 عاما وفي بداية الساعة الأولى من عيد الفترة المبارك لعام 2020 تم تأكيد إصابة النجمة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد المعروف بكفة 19 وتم نقلها لمستشفى العزل الصحي في الإسماعيلية وكانت رجاء الجداوي شاركت في مسلسل لعبة النسيان الذي عرض في رمضان لعام 2020 لذلك سرعان ما سارت حالة من الضعر والقلق داخل طاقم عمل مسلسل لعبة النسيان وجميع من قام بمخالطة الفنان رجاء الجداوي صار في قلق شديد للغاية على حالته الصحية خوفا من إصابته أيضا بهذا الفيروس وسرعان ما أعلن الفنان علي قاسم خضوعه للعزل الصحي المنزلي بعد مخالطته للنجمة رجاء الجداوي أثناء مشاركتهم بعض المشاهد في المسلسل ونشر استوري عبر حسابه بموقع انستجرام قائلا بتمنى السلامة للفنان رجاء الجداوي ربنا يطمن عليها أنا حعزل نفسي بغض النظر عن نتيجة الاختبار ويريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان يحاول يعزل نفسه على قد ما يقدر وإن شاء الله الأيام دي تعد على خير وكان آخر المخالطين للفنان رجاء الجداوي كلين من دينا الشربيني ومحمود قبيل وإنجي المقدمة وأسماء جلال وعلي قاسم وآية سماحة وعدد آخر من الفنانين والعمال بخلاف مخالطة هؤلاء لأقاربهم وأصدقائهم وكشفت أميرة مختارة ابنة الممثلة رجاء الجداوي عبر حسابها على فيسبوك خبر إصابة والدتها بالفيروس المستجد ونقلها إلى المستشفى بمحافظة الإسماعيلية وذلك بعد أن أصيبت بارتفاع مفاجأ في درجة الحرارة كما أوضحت أن الجداوي أجرت التحليل اللازمة فتبينت إصابتها بالفعل وهي الآن ما زالت في الحجر الصحي تحت الرعاية الطبية تعاني من مشاكل في درجة الحرارة ويشار إلى أن أحد المقربين للممثلة رجاء الجداوي كان نصحها من قبل بعدم المشاركة في هذه الفترة في أي أعمال تلفزيونية وإلتزام المنزل ولكنها رفضت الأمر بشدة وأصرت على المشاركة في عملها الفني في المسلسلة والآن حبيبي في الله لطفا ركز معي جيدا لا تستهان بهذا الفيروس ولا تظن أنه مجرد خدعة فقط وتعامل مع الأمر على أنه في غاية الخطورة والأهمية فأيا كان عملك عليك أن تحضر للغاية يا صديقي لا تخالط الأشخاص لا تقترب من الغرباء لا تهتم بالعمل وتنسى أن صحتك أهم كثير من الناس بكل أسف يظن أن هذا الفيروس يأتي للجميع إلا هو يأتي للأصدقاء يأتي للجيران يأتي لكل الناس إلا هو ويظن أنه محصن تماما ضد هذا الفيروس وهذا أمر خاطئ فجميعنا معرض للإصابة أعاذكم الله وكل ما علينا فقط هو الافتعاد عن أي أمر يعرضنا لهذا الفيروس وعدم مصافحة أي أشخاص في هذه الفترة العصيبة التزام المنزل هو أفضل الأمور للوقاية ولكن عندما تضطر إلى النزول إلى الشارع عليك أن تكون في غاية الحذر وأخيرا حبيبي في الله تخيل معي إذا قمت بالعمل ليلة النهار في هذه الفترة وإذا خاطرت بكل شيء وجمعت ثروات طائلة وفي نهاية الأمر اكتشفت أنك أصبت بهذا المرض أعاذكم الله وأتاك هذا الفيروس وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرك أن أصابتك خطيرة للغاية وأن نسبة نجاتك ضائلة جدا فسرعان ما تم حجزك في الحجر الصحي وأصبحت تحت الرعاية الصحية لا تستطيع الحركة يمينا أو يسارا لا تستطيع حتى الخروج من غرفتك وبعد أيام قليلة ظلت حالتك تسوء 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 وفي خلال أيام فقط ستلتفض أنفازك الأخيرة ستودع الحياة ستغادر الآن ستترك الأموال الذي عانيت طول حياتك من أجلها ستترك كل شيء خاطرت من أجله فكيف سيكون شعورك في هذه اللحظات بكل تأكيد ستكون نادم للغاية ستتمنى أن تعود الأيام مرة أخرى وستقول سألتزم المنزل لن أخاطر بحياتي لذلك حبيبي في الله عليك أن تكون على علم أنك ما زلت في هذه الفرصة الآن فأنت بصحة جيدة الآن عليك أن تستغل هذا الأمر عليك أن لا تخاطر بحياتك وحياة أسرتك وجميع من بالقرب منك وفي نهاية المطافة نسأل الله أن يشفي اليميع وأن يزول هذا المرض وينتهي هذا الفيروس عن العالم قاربا اللهم أمين ودمتم في أمان الله